مع القرآن ترتيل وذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بععد بين أسفيرنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور ولقصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قلوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قلوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم مع القرآن ترتيل وذكر